تعرضت العاصمة الكندية أتاوى لتساقط شديد من حبات الجليد الكبيرة وتسببت العاصفة في أضرار جسيمة للمنطقة حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من عشرة ألاف مواطن في أتاوى وجاتينو إلا أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في المدينتين جاء ذلك بعد إصدار وكالة الأرصاد الجوية في كندا تحذيرا من العواصف الرعضية وتوقعت هبوب رياح بسرعة تصل إلى تسعين كيلو مترا في الساعة